اشتركوا في القناة وتجزى كل نفس ما كسبت ويحاسب إبليس من بني الجن على عصيانه لله عز وجل حيث نشأت عداوة بين إبليس وآدم عليه السلام قبل أن ينفخ الله عز وجل فيه من روحه أيعقل أن تكتسب عداوة لشيء قبل أن يخلقه الله عز وجل فهذا ما حدث مع آدم عليه السلام وإبليس اللعين فكان أول مخلوق على وجه الأرض من الجن يسمى سوميا وهو أبو الجن فقال الله عز وجل لسوميا تمنى يا سوميا فقال سوميا أتمنى أن نرى ولا نرى أن نغيب في الثرى وأن يصير كهلنا شاب فلب الله عز وجل أمنيته وأسكنه الأرض له فيها ما يشاء وكان الجن أول من عبد الله عز وجل في الأرض قال ابن عباس رضي الله عنهما ولكن بعد موت سوميا أبو الجن أتت أمة من الجن ولم يداوم الشكر على ما أنعم الله عليهم من النعم فأفسدوا في الأرض وسفكوا فيها الدماء ولم يعبدوا الله حق عبادته فأرسل الله إليهم الملائكة تعذبهم وكلما أفسدوا أرسل إليهم الملائكة تعذبهم حتى أرسل الله الملائكة للجن ليبعدوهم إلى الجزر وأصبح ممنوع عليهم الاقتراب من الأرض حتى لا يمس المخلوقات التي تسكن الأرض بأي سوء أو أذى فكانت هناك مخلوقات أخرى تعيش في الأرض من الطيور والحيوانات وكان من بين الجن جني صالح يتقي الله وهو إبليس حيث كان من الجن التقي العابد لله المخلص في عبادته فأكرمه الله عز وجل ورفعه إلى السماء مع الملائكة لحسن عبادته ومرت السنون والجن يسكنون الأرض محبوسين في الجزر وعاش إبليس في الملائي الأعلى مع الملائكة وبعد سنين الله أعلم بعددها خلق الله عز وجل آدم عليه السلام من طين وهو أول نبي من أنبياء الله وأبو البشر فلما خلقه الله عز وجل وقبل أن ينفخ فيه الروح جاء إبليس ينظر إليه ويحوم حول هذا الجسد فيدخل في منخاره ويخرج منه وفي جوفه كذلك فغار منه وخاف أن يأخذ مكانه فقال إنه أجوف من الداخل ثم قال للملائكة لا عليكم منه لإن سلط عليه لأهلكنه فنفخ الله تعالى من روحه في آدم عليه السلام وأمر الله الملائكة ومعهم إبليس أن يسجدوا لآدم فسجدوا كلهم إلا إبليس أصابه حسد عظيم وأبى واستكبر ورأى أنه أفضل منه لأن آدم مخلوق من طين وإبليس مخلوق من النار فسجد الملائكة تكريم وتعظيم لآدم عليه السلام قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فقال الله عز وجل لإبليس يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين فقال إبليس قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فأخرجه الله عز وجل من الجنة مطرودا مذموما وتوعده بالنار فطلب إبليس من الله أن يمهله إلى يوم البعث وتحدى الله جل وعلا بأنه سوف يغوي عباده إلا الصالحين منهم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين وطرد إبليس من الجنة وسكنها آدم وزوجته حواء وعليهما السلام إذ خلق الله عز وجل حواء عليها السلام من ضلع آدم لتكون آنيسة له ورفيقة فقال الله تعالى لآدم وزوجته لا تأكل من هذه الشجرة واستمتع بكل ما تبقى من النعيم ففي الجنة أصناف لا تعد من الطعام وشراب لذيذ اشربا منه ولا حر فيها ولا شمس وحذر الله تعالى آدم عليه السلام من اتباع وساوس إبليس وأوامره فقد توعد إبليس بإغواء آدم عليه السلام وذريته حتى يحشرهم الله عز وجل يوم القيامة فقال الله تعالى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى وهنا أراد إبليس الدخول إلى الجنة حتى يوسوس لآدم وحواء عليهم السلام فمنعته الملائكة عليهم السلام من الدخول فذهب إلى الحية وطلب منها الدخول إلى جوفها فتدخل الجنة ويدخل معها ففعلت ذلك فوسوس إبليس لآدم عليه السلام ليأكل من ثمر هذه الشجرة وقال له أليس إذا أكلت من هذه الشجرة سيجعلك الله خالدا مع ملك لا ينفد ولا يبلى فضعف آدم لوسوسة الشيطان وامتثل لأمره فأكل من الشجرة قال الله تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغواه فأنزلهم الله تعالى إلى الأرض وتاب عليهما وأمرهما بعبادته وحده لا شريك له هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تنسى عزيزي المشاهد الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتنضم إلى عائلة مرتقون ترجمة نانسي قنقر